نضم إلينا الآن من الخليل عادل الشديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أهلا بك سيد عادل إذن بداية في أي سياق نضع هذا التطور وهذا العرض لهذا الفيديو الذي يظهر على ما يبدو كأنه بنك أهداف محتملة لحزب الله تحياتي لك أستاذ رولا ولمشاهدين ولمن بركم قبل الإجابة على سؤالك حتى قبل الانتهاء من بث هذا الفيديو كل وسائل الإعلام في إسرائيل بدأت تتحدث عنه وتغضي بشكل دقيق وواسع لما له من أهمية وتداعيات كبيرة جدا ليس فقط على مجمل المواجهة الحالية إنما على مستقبل المواجهة وخاصة هذا الفيديو كما تحدثت هذا البنك الأهداف الكبير الذي يجمل المواقع العسكرية والاستراتيجية الميناء المطار المحطات الطاقة مستودعات النفط مستودعات الأمونيا المناطق السكنية كل هذه المنطقة على بعد حوالي 30 كيلو جنوب الحدود اللبنانية وهي بمثابة بنك الأهداف الأهم من ناحية استراتيجية والتي من خلال إيصال هذه الرسائل الإسرائيلية تحديدا لمتخذ القرار والقياد السياسي وبالمناسبة أن يأتي نشر هذا الفيديو وهذا التصوير بعد ساعات من حديث بن يمين نتنياهو إما أن ينسحب حزب الله إلى ما بعد الليطاني وإما أن إسرائيل ذاهب باتجاه الحرب أعتقد أن هذه الرسالة الردعية الأقوى أنه ليس فقط للإسرائيل أن أنت قادر على أن تحرب إلى الأمام من الأزمة في غزة وإن اعتقدت أنه من الممكن أن يشكل هروبك من غزة إلى لبنان نطوق نجاة وخروج من هذه الورطة لا قدومك إلى لبنان سيكون بمثابة انتحار حيث أننا قادرون من الآن على إصابة كل الأهداف والمواقع الاستراتيجية العسكرية البحرية ما له علاقة بالطاقة والمنشآت الكبرى كل هذه وبالمناسبة هذه بمثابة قنبل نووية استهداف منطقة الكريوت التي تم التركيز عليها وما تحويه من مستودعات ومخازن للنفط والأمونيا استهدافها بصاروخ واحد ليس أكثر سيؤدي إلى إحراق منطقة الشمال بأكملها وهذه الرسالة بتقديري يراد أيضا إصالها للمجتمع الإسرائيلي ليضغط على من يمينة نيهو على الحكومة أن الذهاب إلى حرب الشمال يعني انتحار إسرائيلي وأنه لم يعد مبرر أمام نتنياهو ليدعي أنه فوجأت إسرائيل بقدرات حزب الله اليوم حزب الله يريح المسألة على إسرائيل يقول لإسرائيل لقيادتها ولمجتمعها لا تنتظروا تقديرات الأجهزة الأمنية عندكم لا تنتظروا المعلومات التي سيقدمها نحن اليوم نسحل عليكم ها نحن نمتلك هذه الإمكانيات هذه المواقع الدقيقة وأنتم تعلمون جيدا أننا نملك صواريخ ومسيرات دقيقة قادرة على أن تصلها بشكل دقيق طالما أن كل إحداثياتها بضقة موجودة بين يدينا بتقديري هاي الصورة التي تم بثها بتشكل حالي رادعة عن إطلاق مئات الصواريخ وخاصة أنه ليست المسألة مرتبطة بحربا إعلامية يراد منها اختراق أنا بالصوت وبالصورة والرسالة الأهم بهذا الموضوع أن تحديد وتسمية هذه المنشآت والمواقع بمنتهى الدقة لا يعني فقط أن اعتماد حزب الله على ما التقططه الهدهد من التصوير والرصد والتوفيق إنما هناك عنصرا بشريا موجودا بالميدان موجود بالجهة الغربية لمدينة حيفا موجود بالميناء موجود بالمطار موجود بالقاعدة العسكرية موجود بمنطقة الكريوت موجود عند الساعر موجود عند منشآت الغاز موجود عند منشآت النفط بمعنى أنه ليس فقط الاعتماد على التكنولوجيا وإن كان لأول مرة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تأتي المقاومة وبهذا السلاح التكنولوجي وبهذه القدرات العالية جدا من أن تكون قدرتها على رؤية داخل أرض العدو رؤية دقيقة وهذا بتقديري بهذه الحالة ترجمة نانسي قنقر